من أكبر مظاهر أن تعرف أنك كسول ما رأيك يا شيخ؟ أعطينا المظاهر أن العظائم الأمور العظيمة تأخذها ببرود مستقبلها الدراسي ببرود الزواج يمدي عليه ما خطير ما هو خطير الأمر واسع وتجد أمور كثيرة عادي يمر عليه العظائم الناس إذا أتاهم هذه العظائم استيقظوا لها وأفرغوا الجهد لها وسهروا الليلة لها وصبحوا من البكو وهو الرجل يسحب رجله اثنين دائما أيضا أنه فقير الإنجازات تقول لماذا قدمت لأجل دينك أو دنياك ولا شيء الجيب فاضي والشهادة لا تآهله لأن يتسنم منزلة والسبب فقر الإنجازات هو من مظاهر الكسل أيضا كثرة التحسر والندم وأقف عند هذه فقط كثرة الحسرات الآن يا شيخ نجلس في استراحة نجلس في ذا ويرى زملاءه الشيخ ناصر ما شاء الله بات نجما وعلما صدقوني الشيخ ناصر هذا كان يلعب معي في الثالثة ابتدائي وكنت أضربه وهو أكبر ما شاء الله طيب الآن ماذا بقي الآن هو الذي صعد النجم وأنت بقيت في الحفر دائما يتحسر وينتقد الناجحين الكسول دائما ما يحب الناجح لأن الناجح القائم يظهر عوار جلوسه ويفضح حاله هذه من المظاهر اللي نقول استعذوا بالله منها